السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم نجلال حميدي النهاردة هنعمل مع بعض الواكرونة الجميلة دي بالسوسيس لو اول مرة بقى تزوري القناة ما تنسيش اللايك والشير والسويس كراك اولا احنا المقدير بتاعتنا هنا انا معايا اول حاجة معايا هنا بصل متقطع معايا وسوسيس او هدج ومعايا معلوم التوم المفروم ومعايا مكرونة سباكتة ومعايا طماطم متسبك او فلفل اسود وملح تمام انا اولا بجيب اللي انا قطعت السوسيس بالقطع الصغيرة زي ما حضرتكم شايفين كده وقطعت المكرونة اسمتها كده نفسين انا بجيب الهود دوج او السوسيس بحط ايه تلات وحدات كده من المكرونة اللي اسباجاتي فيه زي ما حضرتكم شايفين كده تمام بحط في كل واحدة السوسيس او او هدج ده او ده ينفع بحط ايه تلات وحدات كده من المكرونة زي ما حضرتكم شايفين كده دي الاطفال بيحبها جدا بيحبها جدا ومقبلين علي انا هكمل باقي الكمية وهرجع لحضرتكم انا كملت اهو معايا الكمية وبحط المكرونة الباقية مع المكرونة دي بالسوسيس تتسلق عادي كده انا حطها في المية تتسلق وبعد ما تسلقت ده كده شكلها والبصل معايا كده في شوية من الزيت هدبلهم تدبيلة وهنزل عليهم بعد كده بالتوم اهو كده هنزل عليهم بالتوم وهقلب فيهم شوية لحد ما التوم يبدأ يسفرر كده بسيط معي وهنزل انا بقى بالطماطم وستها شوية تسبكت زي ما حضرتكم شايفين كده هحط انا بقى عليها المكرونة واخرجها وانا حطيت عليها المكرونة وبعد ما خرجتها اهو وطعمها جميل جدا وحاجة جديدة تعجب الاطفول يا ريت بقى ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب مع مع تحياتي نجلي الحريد